هل هي نقطة لا عودة أم أنها الاحتضار الأخير للعملية السياسية التي امتدت في العراق عقدين من الزمن فسادا واستبدادا وطائفية وتبعية للخارج من يقرأ واقع تسارع الأحداث وتعقدها في مسرح العملية السياسية يدرك تصاعد مستويات الصراع ووصولها إلى الفصول الدموية وكانت انتخابات العام الحالي بالنسبة للعملية السياسية أسوأ انتخابات من حيث حجم المقاطعة الشعبية والطراب الكتل واختلافها على أبسط القضايا النتائج التي أعلنت طرحت رؤية جديدة للمحاصصة الحزبية رأت أحزاب الميليشيات الممثلة بالإطار التنسيقي أنها لا توافق تطلعاتها فبدأت بمكايدة التيار الصدري ولكن باللجوء إلى العنف وبعد تهديدات وطعون منها في النتائج لجأت إلى المواجهة المباشرة مع القوى الأمنية أمام المنطقة الخضراء بدأ السيناريو الدموي بعد المصادمات فكان لابد من الرد والضحية مصطفى الكاظمي الذي تعرض لهجوم هو الأول من نوعه على مستوى الصراع بين شركاء العملية السياسية تهديد الخزعلي هذا يكشف مدى استصغاره لمن يمثلون الدولة المفترضة ويؤكد حقيقة تغول الميليشيات في قواعدها وتطبيقها مبدأ إما لنا الحصة الأكبر واليد العليا في الدولة أو سنقلب البلاد رأسا على عقب والسؤال أمام هذا الواقع على ماذا يعول المنظرون للتغيير تحت مظلة العملية السياسية إن كانت قيمة المنصب الأهم في الدولة أقل من تكلفة طائرة مسيرة يطلقها عنصر ميليشياوي اشتركوا في القناة